بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين في كل مكان صباحكم خير برحب بكم في أول حلقتنا من برنامجكم رسالة حياة واللي هقدمه لكم واللي هكون معاكم أنا محمد حافظ برحب بكم الحقيقة أنا باحترم فيكم جدا أنتم بتدخلون بيوتكم وبدون استئزان وبتسمحوا النبدة وعلشان كده بسعى وأحرص أن أنا أقدم لكم محتوى يليق بعقليتكم ومحتوى أحترم فيه اختياركم لينا وزقكم بجد رسالة حياة عبارة عن تطور ذات وخواطر تمس قلوبكم وقول حلقتنا في رسالة حياة هي تطور ذات والثقة بالنفس عايزين نشوف فقرات حلقتنا النهاردة هتتكون من هل الثقة بالنفس صفة فطرية ولا مكتسبة وتاني حاجة الفرق بين الثقة بالنفس والغرور وتالت حاجة عوامل تعزيز وتطور الثقة بالنفس والرابع فقد أو انخفاض مؤشر الثقة بالنفس أو فقد الثقة بالنفس إيه أسبابها وتعالوا مع بعض كده بكل سهولة وبساطة نعرف الثقة بالنفس الثقة بالنفس هي التوازن الدخلي التوازن الدخلي النفسي وإن أنا أكون عارف قيمة نفسي ومعتقد ومآمن جدا بقدراتي وبالمهارات بتاعتي وعندي القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه هي دي تعريف الثقة بالنفس بكل سهولة عشان ما نخشش في تعقيد بتاعة الأمور بتاعة تنمية البشرية لو جينا نقول هل الثقة بالنفس هي شيء فطري ولا مكتسبة تعالوا نشوف مع بعض وهنعرف بكل سهولة بإذن الله لو افترضنا أنه كل حد النهاردة اتعرض عليه أنه هو يخش مسابقة فأنا لو جيت قلت لحضرتك أنت النهاردة هتخش مسابقة مع مثلاً ميت واحد ودخلت المسابقة دي فعلاً وكسبت طيب بعد ما كسبت طبعاً أنت الوحيد اللي كسبان في الموضوع ده كله باجتياز تمام فأنت دلوقتي خدت الفوز بتاع الميت واحد ده وجيت دخلتك في مسابقة تانية وعرضتها عليك أنت هتقول إيه ساعتها أكيد الفوز الأولاني هياخدك للفوز التاني بكل قوة وبكل ثقة بالنفس ومش هتتردد أبداً طيب لو أنا جيت قلت لك هتخش مسابقة مثلاً مع مليون واحد والمليون واحد دول فيهم هو الواحد بس اللي هيفوز والباقي كله هيتقتل أنت هتعمل إيه ساعتها؟ وارد أن أنت تتردد لأن فيه ناس بتشتغل بمبدأ إيه؟ عصفورن في اليد أحسن أو أضمن من عشرة على الشجرة فأنت ساعتها ممكن تتردد دي بترجع لطريقة أنا عرضي المعلوم عليك فأقول لك خد بالك وهتموت ومش عارف إيه فممكن تتردد ليه؟ لأن دي المؤثرات الخارجية اللي بتجينا من عن طريق الودان سبتأثر على ثقة بالنفس وقوة الإرادة طيب لو أنا ما قلت لك شي خلاص يبقى كويس جداً أنت رايح بقوة إرادة وبعزيمة وإصرار وثقة بالنفس أن أنت هتكسب زي ما كسبت المرة الأولينية عندك دايماً تفاؤل وعندك دايماً ثقة بالنفس دخلت مع المليون واحد وقلت لك المسابقة دي هي عبارة عن أن أنت هتجري عشرة كيلو مع مليون واحد واللي هيفوز هو واحد بس والباقي كله هتقتل أنت دخلت وكسبت هتكون إيه ساعتها؟ هل في حاجة؟ هل في قوة؟ هل في أي مؤثر ساعتها في الكون يقدر يأثر عليك؟ أنا ما اعتقدش ذلك خالص طيب المسابقة دي كلنا مرنا بها وحضرتك واحد من ضمن الناجحين مش من ضمن مليون ده من ضمن ملايين كلنا مرنا بالمسابقة دي أثناء تلقيح البويضة وإحنا في رحلة من الأرض للأمر ساعة تلقيح البويضة فإنت كسبان وفايز دي قوة الإرادة اللي ربنا خلقها معانا فهي مش شيء يعني لسه هنكتسبه ممكن ننميها طيب تعالوا ناخد مثل تاني بسيط جدا الإنسان أول ما يجي للدنيا ويتولد لو هو شك واحد في المليون أنه هو مش هيقدر يتنفس هيموت دي أبحاث تمت من علماء ومراكز بخص كتير جدا فهو مش بيشك لحظة لأن لسه واخد الثقة بالله وما فيش حد ما فيش أي مؤثرات سلبية أو التشويشات يعني أثرت عليه أكبر حاجة أنا بقولك عشان تهر في قيمة نفسك بجد أكبر حاجة وأكبر إنجاز في الكون أنت عملته وأول إنجاز هو خلينا نقول المشي الكلام أو المشي أو حتى حاجات قبلها يعني بنبقى عايزين نرضع إزاي نعمل إيه محدش بيقولك فين وإزاي أنت بتبقى عارف بفترة ربنا طيب نرجع نقول المشي المشي إحنا عملنا إيه ساعتها في المشي كان من أصعب ما يمكن لأن ما مرناش بي قبل كده وما عندناش أي مهارات ولا أي كفاءات ولا أي يعني الحاجات كلها اللي بتساعدنا اللي هي مهارات وكفاءات ومتعلمين حاجة في مجال معين أو الإمكانيات بتاعدنا بشكل عام ليه قعدنا نقع كتير جدا وكل ما نقع نقوم ونقف وما بنعدش ده إحنا وإحنا بنتعلم وقعنا مرة وقمنا وقعنا مرة تانية وقمنا مرة واثنين وتلاتة وعشر وعشرين ويمكن ما يتعدوش لغاية مصلنا للآخر بكل إصرار وعزيمة وثقة بالنفس إن إحنا قدرنا نمشي كويس؟ ده معناها إن الثقة بالنفس فعلا هو شيء فطري طيب ممكن هنا فيه سؤال بيطرق على البال ليه إحنا دايما إما بنيجي نتعلم المشي الطفل بيفضل يقع إما هو عنده ثقة بالنفس هنا بقى السؤال بيطرق على البال لو هو عنده ثقة بالنفس ليه بيقع؟ بيقع ده من الشيء الطبيعي جدا لأنه ما عندوش مهارات فهنا لسه بيكتسب مهارات عنده ثقة بالنفس ما فكرش ساعاتها إن بابا بيشوفني وانا واقع هيبقى شكل إيه؟ طب لو قمت ووقعت تاني أخويها هيشوفني هيبقى شكل إيه؟ هيبقى شكل يوحش قدامه هتكسف هأحرج هيقول علي مش قوي أو مش زكي أو حاجة ما كانش بفكر في كل ده ده إن ما فيش مؤسرات زي ما ذكرنا من شوية طيب نرجع ونقول هو ليه كل ما يقوم يقع لهو عنده ثقة بالنفس والسؤال بقى هنا بقى اللي تحتيه مليون خط مدام هو عنده ثقة بالنفس ليه كل شوية بيقوم ويقع ويرجع تاني يمشي ويعمل لأن ما عندوش إمكانيات ما عندوش مهارات بتاعت التوازن فما يعرفش ساعتها لما يمد رجله اليمين أو الشمال يحط وزنه فين أو يوزن ما بينهم إزاي والمفصل بتاعه الركبة يتنيه إمتى ويخليه صل بإمتى يعني يعرف إزاي يتعامل معاه ويعرف يحركه إمتى ويعرف ما يدلوش أي إعاز يكون غلط فهو مرة في مرة في مرة ابتدى يتعلم المهارات دي بشكل فطري وبشكل إيه من خلال التجربة العملية يعني الموضوع اللي احنا بنسميه كده خبرة بالتجربة يعني الممارسة بمعنى أصح فهو القوة الثقة بالنفس موجودة فينا فطريا وبتحتاج إن هي إن احنا ننميها بشكل مستمر عن طريق الكفاءات عشان أبقى كفوق باعمل إيه باكتسب خبرات وباكتسب مهارات وباكتسب حاجات كتيرة علشان أنميها وطورها تمام؟ ده أول فقرة هنخش على الفقرة التانية ونشوف بتقول إيه الفقرة التانية بتقول العوامل العوامل اللي بتعززه وبتطور جوايا الثقة بالنفس إذن هي غفطرية بس أنا محتاج أن أنا أطورها تعالوا نشوف نطورها إزاي هنشوف مع بعض أعرف قدر نفسك يعني إيه أعرف قدر نفسي أعرف قدر نفسي أعرف أنا مين وانتمي المين وأنا المخلوق من نوع إيه وهل ربنا كرمني هل ربنا خلى كل المخلوقات دي تصب في مصلحتي عايز أعرف قيمة نفسي علشان أعرف قدر نفسي ما كونش أي كلام في نظر نفسي لا أعرف إن أنا قامة وقيمة فمن هنا باستمد قوتي الداخلية اللي بتبقى نبع من جوايا طيب تعالوا نشوف إحنا مين أحياناً تيجي تكلم مواطن سعودي تقول له أنت منين يقول لك أنا من السعودية طيب وبيفخر جداً ليه؟ لأن السعودية يقول لك إحنا ربنا كرمنا الأرض بتاعتنا فيها بيت الله الحرام عظيم جداً هو بيفخر بدا وده شيء جميل جداً شوف قدر إيه فخر وعزة وعارف من جوين هو يعني حاجة حلوة وأحياناً تيجي تكلم واحد عراقي يجي يقول لك إيه؟ يقول لك أنا بلد فيها حضارات كتيرة جداً حضارة وادي الرافدين والحضارة السومرية والحضارة الأشورية والحضارة البابلية وحضارة السبق حضارات كتير من عدش وحتى لو تلاحظوا عندهم قبل كده التماثيل بتاعتهم كانت من النحاس والنحاس دي اكتشفت قبل معادن كتيرة جداً وده بيعود لعمق الحضارات والقدم بتاعها يعني تاريخها عريق شوية تمام؟ ويمكن مش شوية يعني حبتين تيجي تكلم واحد مصري يقول لك لا ده أنا بلد السبع تلاف سنة حضارة وأنا عندي محمية وادي محمية وادي الريان اللي هي في الفيوم يعني محمية وادي الريان فيها اسمه وادي الحتان وادي الحتان ده عمره أربعين مليون سنة فبرضه بيفخر كل واحد عنده سبب يخليه يفخر بذاته حلو جميل جداً طيب انت مين؟ انت من تؤثر في حياة الناس يعني أحياناً واحد يتوفاه الله ويفضل سرته موجودة الناس بتدعيله الناس بتستخدم علمه الناس بتستفيد من كل اللي هو تركه طيب حاجات زي ايه؟ مثلاً يعني خلينا نقول مثلاً زي دكتور من الدكاترة زي دكتور إبراهيم الفئي احنا الغية النهاردة بنتعلم من علمه زي شخصيات كتير جداً في المجتمع كل ده كويس تعالوا نشوف مدام احنا عايزين نعرف قيمة نفسنا وبنستخدم بقى بنتكلم في القيمة تعالوا نشوف للحاجة الأعلى والأحسن والأقيم انت مين؟ لازم تعرف ان انت إنسان ربنا كرمك على جميع المخلوقات وكمان خلق لجميع المخلوقات إن هي تخدمك انت خلق الطير اللي بيطير في السماء عشان يخدمك وخدم الدب اللي بتدب على الأرض اللي هي يعني بتمشي على الأرض علشان تخدمك انت وخلق المخلوقات كلها اللي في البر والبحر بشكل عام زي السمك وحاجات كتيرة جداً عشان تخدمك تخدمك إزاي؟ حاجة إحنا بنركبها زي الخيول بنستريح قوي وحاجة يعني حلوة جداً بتوصلنا وبنستخدمها يعني كرفاهية وكحاجة وصول يعني بنستخدمها لها كذا استخدام وبرده ربنا خلق لنا مثلاً حاجة كده المتعة بالعين ممكن حد كده تلاقي عنده خلينا نقول القطط اللي بتبقى في البيوت أو البغبغان شكله حلو وبتفضل انت تتكلم معاه تتكلم معاه ويرجع يعيد عليك الكلام تاني أو عصفير مثلاً الكناريا فأنت بتستمتع بيها ربنا خلقها لك بتستمتع بيها وبتستمتع بي سمعك برده بيها اللي هي ممكن تصحى الصبح على تغريد صوت الطيور الحلوة دي وكمان قلنا بنركب الحاجات دي مثلاً الحيوانات اللي هي مثلاً زي الخيل وغيره وبنتغزى عليها وبنلبس من لبسها فربنا كرمنا ربنا هنا قال فيها ايه ولقد خلقنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة شوف ربنا قد ايه بجد اكرمنا فلازم تعرف ايمة ذاتك عشان تعرف ايمة نفسك في نظر نفسك والقوة تنبع من جواك طيب خلينا نشوف الpoint اللي بعدها النقطة اللي بعدها بتقول العلم يعني ايه العلم طول ما انا جواي علم بحس ان انا مليان كده بالفخر وبالعلم ولو اي حد سألني في اي حاجة بعرف اجاوبه ازاي فمش خايف من اي سؤال يعني انا مثلاً قدمت في وظيفة ما والوظيفة دي الوظيفة ما دي محتاج انترفيو يعني مقابلة يقيس من خلالها ان هل انا كفوق ان انا اكون في المكان او الوظيفة اللي هو هيوفرها لي ولا لا تمام فروح تعود مع صاحب الشركة او مدير الشركة او اي حد اللي هو انا هيكون معاه المقابلة لو انا مش عندي علم هتلقوني عرقت ورجلي عمالة تعمل كده تتهزو هتلقوني عامل كده وهتلقوني ظهري عامل كده وهتلقوني الظواهر كلها بتاعت اللي تثقة بالنفس اما لو انا عندي علم هاعد كده زي ما وفاتح ايدي اللي هو الامور عندي واضحة جدا ومستعدل اي سؤال يتسئلني طيب العلم بيجي منين العلم بيجي من كذا حاجة العلم بيجي نظري وعملي العلم النظري اللي انا كنت بدرسه في الجامعة او عن طريق الكورسات او المهارات اللي انا استخدمتها او اللي انا تلقت منها المعلومة ده رقم واحد رقم اتنين بيجي من العلم بشكل عملي او الممارسة العملية الخبرة بشكل مباشر فانا مدام عندي الحاجتين دول مش خايف من انترفيو مش خايف من اي انترفيو يحصل ومستعدل اي حد يسألني في اي حاجة وفي نفس الوقت حاسس ان انا واثق من نفسي لان ده بينبع من جواي فبيديني طمأنينة الطمأنينة بتيديني اتزان تعالوا نشوف النقطة اللي بعدها النقطة اللي بعدها يعني ده بيقولك ايه النقطة اللي بعدها بيقولك او انا بقول فيها افتح كتاب تاريخك يعني ايه افتح كتاب تاريخي اشوف انا عملت ايه في الماضي المفروض اكتب كل قصة نجاحات حياتي اخد وقت يعني احنا الوقت بيتهدر علينا كتير عندنا كتير اخد وقت واكتب فيها كل قصة نجاحاتي والانجازات اللي تمت معايا واحطها كل دي سيفي شخصي مش محتاج ان انا ورية لحد دلوقتي انا بتكلم فيه ما يخصيني انا في النظر نفسي ده سيفي شخصي اشوف انا نجحتي كم مرة وايه الانجازات عفوا ايه الانجازات بتاعتي وايه كمان الامور اللي انا نجحت فيها وقدمتها للمجتمع او لعائلتي او لنفسي او للوطن كويس كل دي امور بتقويني جدا فلما اجي اكتب قصة نجاحاتي دي نصيحة اكتب كل قصة نجاحاتي بكل اختصار واكتبها باهداف واضحة وخليها على قد ما يكون مختصرة وركبها كلها في جملة وحطها قدام عيني دي هتبقى المحرك الاساسي تاخدني من الماضي اللي هو نجاحاتي اللي حقتها من الماضي بتاخدني من الماضي بتوديني للمستقبل بكل قوة وثقة بالنفس وبتخليني مستند على تاريخي الانجازي والنجاحات اللي انا حققتها فده قصة افتح كتاب تاريخك محتاج كمان ان انا دايما انامي نفسي وغزي نفسي بالعلوم المختلفة كل ما تيجي الفرصة قدامي تمام خلينا نشوف فيه بوينت بردو مهمة جدا ده بياخدنا البوينت اللي بعدها فيه مشكلة نفسية بتحصل دي مش عنده كل إنسان إلا بتحصل خانيقول بالصدمات بالحاجات اللي وجيتني في أثناء رحلة حياتي بتحصل كمان في مثلا موقف تعرضت له مطب وقفت عنده موقف حصل من الأحداث أو الأشخاص طيب خلينا نشوف هو ايه تقبل الإنسان اللي جواك فعلا محتاج ان كل واحد مننا يتقبل الإنسان اللي جواك يعني ايه الإنسان أنا عندي مشاعر خلينا نتكلم بجد بحمامية إنسانية في النقطة دي لأن تفرق كتير جدا لأن الإنسان بينبعه من العواطف قبل أي حاجة لأنه لو تعبان نفسيا مش يقدر يحقق نجاح خلينا نتكلم فيها يعني من قلب لقلب كده ونقعد كده قاعدة بسيطة خالص يعني ايه أتقبل الإنسان اللي جوايا يعني أنا وارد دلوقتي وأنا قاعد كنت بشرب قهوة فرضا وداخل مثلا خلينا نقول مثلا أنا خرجت مع أصحابي وكنا عادي بنشرب قهوة وصهرانين وكده القهوة وقعت علي بهدلات للأميص وارد جدا مش مشكلة دي مش دي القصة يعني مش ده نهاية الكون ومش ده اللي أنا هقعد أجل بنفسي علشانه واتعب نفسي نفسيا وعاقب نفسي لأ هقول الناس دي بصال ازاي المفروض ما كنتش يعني ما كنتش وقع القهوة علي كنت أمسك في الجال كويس لأ وارد بيحصل ما تجلتش نفسك ولا تتعب نفسك أكتر من لازم الناس دلوقتي بصال ازاي والله طب هما دلوقتي بيقولوا علي ايه أنا شاكري بقى وحش لا 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 وارد حصل مع الناس أكتر من كده بكتير وبنعاود وبنبدأ من جديد وما فيش أي مشكلة خالص وأحيانا بيحصل مثلا صدمة أو أنا مثلا في يوم الأيام جبت ملحق في المدرسة أو في الجامعة ما أقولش خلاص هو ده نهاية الكون وكل ما يجي يعني أخش على امتحان أحس إن أنا خلاص هسقط تاني أو هجيب ملحق تاني لا نسيب الفكرة السلبية ونبدأ من جديد من غير من ناخد السلب معنا نبص للماضي علشان ناخد منه عبرة ناخد منه عبرة أو نستفيد من سابق الخبرة سببين يا إما العبرة يا إما استفيد من سابق الخبرة أكتر من كده الماضي ماخدوش معايا أستخدمه كمدرسة بس علشان ما عديش بنفس الأمور تاني يبقى أنا كده عمري بيتهضر مني حرام طيب فهي دي بالروحة على نفسك شوية وما تعملش نفسك بعنفة أو بشكل يعني أو تجلد نفسك أو بشكل يعني فيه قوة أو صلابة لا تقبل الإنسان لجواك وإعرف إن أنت إنسان أنت مش محل اهتمام الكون الموقف بيعدي ومحدش بيفتكره وكل واحد بيقوم من عندك عنده اهتماماته وعنده حياته وعنده أهدافه مش مركز أو مختصر الذكرة بتاعته للزلل حضاك وقعت فيها ده دوارد جدا فإحنا دايما أحيانا بنحب نعيش في إيه زي ما تقول كده في كمال الشخصية الكمالية اللي أكتر من اللازم وده بييجي من أحلام أنت خطتها لنفسك كمان غير وقعية أحلام كبيرة قوي فوق الإمكانيات وفوق الواقع فبنفضل نجلد نفسنا عليها إن إحنا موصلناش تمام طيب نشوف النقطة اللي بعديها خلينا نشوف بتقول إيه أنواع من أنواع إن إحنا بنعقب نفسنا أحيانا علشان أخطاء ممكن ارتكبناها أو البحث في يعني إن أنا أعيش فوق العادة أو أعيش بشكل استثنائي لا أنا إنسان مش استثنائي خالص أنا إنسان زي بقيت الناس ولازم أتفهم ده كويس ولازم أقبل العواطف الجواية أنا طيب تعالوا نشوف ده بياخدنا لإيه تخلص من الخوف والنتائج بتاع الاستهزاء أحيانا في حد بصت لقيه بيتنمر بيستهزئ في مثلا موقف عدبية فبفضل حطه في بالي على طول نصب عيني أو قبل ما أخد أي خطوة بحطه قدامي وهو ده بيكون اللي بيرجعني وراء وبياخدني في المنطقة السلبية عايزين نتخلص من الموضوع ده إزاي نتخلص من الموضوع ده في موقف بيحصل معك الموقف ده الظاهر بتاعه إنه هو مثلا آسف عذرا يعني بنسميه مصيبة أو بنسميه أنا في شدة أو بنسميه أنا تعرضت الموقف قوي جدا لأ ربنا ممكن يكون بيختبر صبرك فعايز شوف أنت صبرك لمدى إيه فحاول تنجح في الامتحان ده رقم واحد رقم اتنين فيه أمور بتبقى فيها شدة دي اللي بتجيبك وتاخدك كده يعني لازم تعدي بمنطقة الشدة دي علشان تاخدك توديك لحاجة فيها رخاء أحسن وتوديك لهدف أنت نفسك فيه وأحيانا هدف أحسن من اللي أنت كنت بتتخيله وتتوقعه فمحتاج إيه في الموضوع ده محتاج الطمأنينة الخوف وعدم الثقة بالنفس محتاج أن أنا أحس أن أنا وثق من نفسي إزاي وأكون متزن وأكون عندي طمأنينة داخلية علشان أقدر أواصل حياتي بشكل متزن ما كونش بقى متخبط في الأمور والقصة دي إيه سبب الطمأنينة بشكل عام هو الثقة بالله لأن ثقتي بنفسي بتيجي باستمدها من ثقتي بالله وبتيجي من العبادات وفي عبادة التدبر دايما عبادة التدبر هي اللي بتخلي نفسي مطمئنة وبتخليني مش خايف من أي حاجة وبتخليني عندي إيمان بالقدر فلان ده إيه اللي هيعمله معايا أكتر من إنه هو ينفس قدر الله في بس إذن مكتوب مدام قدر الله إذن مكتوب هو أو غيره وأنا متعرض للمسألة دي ولازم تمر بي المسألة دي أو أنا أمر بالموضوع ده يبقى أنا قاعد ومطمن ولا ريبة في ذلك ولازم أعد بيها فهعارف أن ده مكتوب وربنا هيكون عندي وربنا هيكون أحن علي من الكل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكذلك ربنا قال في سورة الحديد وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني إحنا شايفين إحنا عمالين نتعذب في الشركة اللي أنا خسرت فيها أو في شغلي اللي أنا سبته أو في خطوبتي اللي أنا يعني تفسخت مثلا أو في ابني اللي تعاور في المدرسة أو ما جابش درجات كويسة لا ده في خير إحنا بنشوف من بره أن إحنا بنتعذب لا هو ده في خير والأمر ينطوي على حكمة الأمر تيقن أنه هو ينطوي على رحمة ربنا فعلا يقينا بالله وخلينا نقول خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل كنا بنتكلم آخر حاجة في الطمأنينة الاستقرار العلاقة بالله هو الاستقرار الداخلي والتوازن النفسي وهنا بتحضرني قصة كان موضوع القصة دي بيقول إيه حكم أحد الملوك على نجار بالموت ظلما فتسرب الخبر إليه فلم يستطع النوم ليلتها من القلق فقالت له زوجته زوجي الحبيب نمك كل ليلة فالرب واحد والأبواب كثيرة نزلت كلماتها سكينة على قلبه فغفت عيناه ولم يفق إلا على صوت قرع الجنود بابه شحب وجهه ونظر إلى زوجته نظرة يأس وندم وحسر على تصديقها فتح الباب بيدين ترتجفان مدهما إلى الحارسين كيقيدانه فقال له الحارسين باستغراب لقد مات الملك ونريدك أن تصنع تابوتا له أشرق وجهه ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل كان في قصة بتحضرني كان معنى القصة دي بيقول إيه حكم أحد الملوك على نجار بالموت ظلما فتسرب الخبر إليه فلم يستطع النوم ليلتها من القلق فقالت له زوجته زوجي الحبيب نمك كل ليلة فالرب واحد والأبواب كثيرة نزلت كلماتها سكينة على قلبه فغفت عيناه ولم يفق إلا على صوت قرع الجنود بابه نظر إلى زوجته نظرة يأس وندم وحسر على تصديقها فتح الباب بيدين ترتجفان مدهما إلى الحارسين كيقيدانه فقال له الحارسين باستغراب لقد مات الملك ونريدك أن تصنع تابوتا له أشرق وجهه ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار فقالت له زوجته زوجي الحبيب نمك كل ليلة فالرب واحد والأبواب كثيرة دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير والله من حال إلى حال فإحنا عايزين نقول من القصة دي ونستفيد منها أن حط الطمأنينة من جواك وبثقة من ربنا والطم من قوي وما تديش للأمور أكبر من حجمها ولا ناخد أكتر من اللي هي تستحقه هنيجي تاني حاجة في حاجة كمان الاهتمام بالنفس الاهتمام بالنفس دو بتمثل في حاجات كتير جدا لو جينا نتناول حاجتين بس صغيرين الرياضة والأكل الصحي ليه الرياضة والأكل الصحي بيفيدوني بكذا حاجة أول حاجة الرياضة بتفرز هرمون بتخليني أنا أكون سعيد ومتوازن فطبعا ده مهم جدا للتفكير وإن أنا أمشي في الحياة وأبقى مزاجي كويس عشان أعرف أفكر وأمتج ده حاجة مهمة جدا الحاجة اللي بعدها بتعمل إيه الرياضة بتخلي وزني كويس ما تأثرش على المفاصل بتاعتي العمود الفقري يعني الركب الخشونة الحاجات اللي دي اللي هي بتأثر علينا في حياتنا طيب على صحيتنا بشكل عام يعني بتخليني أبعد خالص تماما عن الإصابة بالضغط والسكر والخشونة الحاجات دي كلها فده مهم جدا لأن كمان لازم قوامي يكون كويس لأن أنا في نظر نفسي حاجة ثمينة فبحاول أحافظ عليها خلينا شوف هيودينا البوينت ده للبوينت اللي بعده بيقول إيه البوينت اللي بعده بيقول التعرف على مواطن القوة والضعف جواك يعني أنا مثلا عندي ميول معينة للإعلام وفي حد تاني عنده ميول معينة مثلا للتكنولوجي مخه شغال في التكنولوجي قوي وحد تالت ميوله في المعمار إنه يكون مهندس أو حاجة أو كده وكل واحد في مجاله لما تيجي تكتشف قوة يعني نقطة قوة البوينت دي اللي بتديك الباور قوي ده تقوم أنت تعمل إيه تنمي نفسك فيها مهاراتك وإيه الكورسات اللي بتاخدها علشان تنمي نفسك فيها كمان تنمي نفسك كمان في العلم نفسه تعمق ودايما تعمل أبديت جديد بشكل مستمر يكون كل حديث ويكون آخر ما توصلت ليه الأبحاث عندك فالقوة يعني نقطة القوة لجواك أنت بتحاول تستسمرها ليه؟ لأن أنت لاحظت فيها أن هي أرض خاصبة فكل ما تزرع فيها بتديك بسرعة أو عامل كده حاجة زي السماد السماد إحنا ليه نديه للأرض عشان تطلع بسرعة طب أنت عندك أرض مش محتاجة أي سماد عندك نقطة قوة فيها فأنت تحاول تستسمرها فيه حاجة بقى مهمة جدا حاجة مهمة اجتماعيا المشاركة الإيجابية المجتمعية يعني أنا ما بقاش أن أنا منطوي أو أنا مش مجتمع أو حاجة مش شرط أني كنا عندي صحاب كتير قوي أو علاقات كتير قوي طبعا كل ما زودت العقاد بيكون أفضل بس أحيانا ما ينفعش أن أنا أبعد خالص على المجتمع ويكون منطوي فده مهم جدا لأن أحيانا يعني بستفيد منه والناس بتستفيد منه يعني الاستفادة رايحة وجاية توي فبعمل إيه أحيانا بيكون محتاج حد محتاج مني رأي أو مشاركة اجتماعية فعالة أنا أقول لا بقول لا ليه في حاجة بتقول لي أقول لا أن أنا مش بحب أن أنا أكون متصلط علي الأضواء أو أن أنا مش بحب أكون ما جاء تكلم ممكن حد ينتقدني أو قد يحصل تصادم من أحد الناس نتيجة للرأي اللي هو سمعه مني لأ أنا سيبني من كل الأمور دي اللي بتعطلني وحط حاجة في بالي بس أن المشاركة مسئولية لأن أنت ممكن تقول رأي محدش عرف يوصله قبلك في المسألة احنا معدناش مشاكل احنا خلينا نسمي كل حاجة مسألة عشان مش عايزين نخش على السلبية خالص كل حاجة خلينا نسميها مسألة مش مشكلة لأن ما تداعم لها حال يبقى مسألة فهم بيتعرضوا المسألة وأنا أقول رأي ممكن محدش خد باله منه وأنا مركز شوية أو مرت به قبل كده أو عندي الخبرة أو عندي سابق الخبرة عندي المخزون بتاعي بيخليني أن أنا يعني مخزون نظري أو عامل يعني ممكن يكون مرت به وممكن يكون سمعته حد مر به تاني فلما أجي أقول رأي بيجيب معهم نتيجة وده شيء كويس جدا بيديك الثقة بالنفس لأن هم بيقدرواك أن أنت حلت لهم المسألة فبتشوف التأدير منهم واحترامهم لذاتك ده بيدعم جدا الثقة في النفس طيب لو جينا نتكلم في كمان حاجة أن أنت لما تلاقيها قوية تشتغل عليها زي مثلا حط لها يعني الحاجة دي حط لها كلمتين ثلاثة كلمتين ثلاثة كده أو مقولة زي ما كان محمد علي كلاي أول ما طلع ما كانش قوي جدا وما كانش هو النجم والستار بس هو ساعت عمل إيه قال لك حط حاجة في حياته قال لك أنا الأقوى أنا الأقوى دي حتى وهو نازل الحلب علشان يتنازل مع داخل مطش مع حدي تاني أو كده اللي جاي ده بيقوله إيه حاطت في باله اللي جاي علي ده وأنا هنزل معاه هو أقوى مني لأن هو سمع المقولة ده أقوى مني فهو من جواه ممكن يكون تهز أما محمد علي كلاي هو الكلمة دي مرة في مرة في مرة زوجته قوته في نفسه حسسته بقيمة نفسه فده مهم جدا جدا طيب هنشوف الحاجة اللي بعدها في الفقرة اللي بعدها لو جينا نقول أسباب مؤشر انخفاض الثقة بالنفس أسباب المؤشر إذن الثقة بالنفس بتزيد وبتقل وبتفضل زي ما هي فكل ما زادت نجحاتي بتزيد لو أنا نجحاتي بقت على فترات متبعدة بتقل شوية فمحتاج أن أنا قويها تعالوا نشوف هي إيه السبب فيها أول حاجة المقارنة المقارنة السلبية ييجي واحد في الشغل أو في المدرسة أو حتى عندنا في البيت مثلا بابا يقول لي أو ماما أو كده يعمل إيه يقول لي لأ ده أخوك أحسن منك أو الموظف ده أحسن منك أو الطالب ده أحسن منك أي حاجة من الثلاثة دولة عشان يستخرج الجواية وعشان يخلينا أنا أحسن منه لا القصة دي كتير جدا غالبا ما بتدخل في قصة سلبية وبترجعنا وراء مش بتجيبنا قدام لأن مش كل شخصية بتنفع معاها فأحسن حاجة أن موضوع المقارنة من الغير بلاش منه وموضوع أن أنت كمان تقارن نفسك بغيرك برضو مش حلوة قوي قارن نفسك بالقدوة عشان توصله ماشي بحاجة رموز حاجة رؤوس ماشي لكن لما تيجي أنت النهاردة في شغل وتقارن نفسك بينك وبين موظف أقدم منك بعشرين سنة وتحبط للمسافة اللي بينكم الكبيرة أو مسافة النجاحات لا لازم تفهم حاجة ده بقى له عشرين سنة بيشتغل فعنده من الإمكانيات والمهارات والعلاقات كل ده اللي أهله لكده يمكن أنت توصله في خلال عشر سنين يعني هو عمله في عشرين سنة أنت ممكن توصل في عشر سنين فالأفضل من كده المقارنة أو السنة يفاتي كنت هنا والسنة دي كنت هنا طب الوقت ده بقى لي أدي إيه على ما وصلت هل الوقت ده قياسي ولا أنا اتأخرت فيه خطواتي أليلة أو بطيئة أبتدي أن أنا أشوف إيه الأمور وأقارن نفسي بنفسي قبل كده وحط دايما رمز أو قدوة أقارن به ده أفضل حاجة في موضوع المقارنات طيب لو جينا نشوف موضوع الألقاب السلبية أحيانا حد يقول لحد لقب أي لقب كده لما أنت تيجي تفضل تقول لابنك ألقاب سلبية لو هنتكلم بقى التربية أو المدرسة للسن الصغير ده ممكن بيصدق نفسه لأن الكلمة بتخش من الودن فالودن بيديها للعقل بيفتح بها فولدر لما فتح بها الفولدر ده بيبتدي أن الجسم يصدقها ويشتغل عليها والمهارات بتاعته بتقل جدا فموضوع المقارنة فعلا لص من لصوص الثقة بالنفس لو جينا نتكلم كمان عن التنمر نفس الموضوع التنمر بيصحب قوي قوي كل الثقة اللي جواك وبيخليك تستسلم ليها لو ما قدرتش أن أنت تتقوى عليها فهنا بنعمل الودن هي اللي بتتلقى الطاقة السلبية دايما يعني باب الطاقة السلبية بيجي عن طريق الودن مش عن طريق العين لأن العين بتشوفه في الواقع ما يحصلش فيها كذب أو تزيف لكن الودن ممكن حد يحكي لك قصة وقولك لا دا أنت وحش دا أنت مش قادر دا أنت كل دا ملكش دعوة به وخليك في ذاتك وإن شاء الله تتحقق وتثبت للناس كلها أن أنت عندك ثقة في نفسك وقوة أرادة وعزيمة وهتشغل الحاجة اللي جواك اللي هي احنا كلنا جوانا أجهزة شغل الجهاز اللي جواك هتبص تلاقي نفسك وصلت وهتثبت لنفسك وللكل أن أنت أفضل وأحسن طيب لو جينا نقول صدمات تمت في الماضي أي حاجة نتعرضت لها في الماضي بتسبب ليا إيه بتسبب ليا حاجة اسمها بارانوية ناس بتسميها مثلا الفوبيا ناس بتسميها صدمة وأثرت على حياتي زي إيه بالضبط مثلا أنا دي النهاردة سائق عربية واتخبطت العربية اتخبطت مني أنا لو أنا غلطان ممكن أنامي مهاراتي في موضوع السواء ولو أنا مش غلطان أخد بالي من خطأ الغير يعني ليها حل مش أقول لا أنا مش هسوق تاني خالص وكل ما جي أقعد على الديركسيون كده حيث أن أنا هعمل حدثة أو كل ما جي أخش على الامتحان وأنا كان مثلا عندي تعثر جزئي في مادة أو حاجة أبص ألاقي نفسي لأن أنا هسقط لا أمحطش القصة دي قدامي خالص في حاجة كمان في بعض الأشخاص بيقلد شخص عشان ينول الرضا ده غلط جدا أنت كده ما بقتش نفسك كن نفسك تكون شيئا يعني أنا النهار ده ممكن أقلد نفسي أقلد حد علشان أنول الرضا أو أنحدر أنحدر من المبادئ علشان خاطر أعجب حد معين ما هو يبقى عايزك على طول بنفس الصورة وأنت مش هتقدر تستمر أن أنت تكون مش أنت هتيجي مرة وخلاص مش هتقدر فطبعا يعني نرجع ونقول كن أنت تكون شيئا ودايما حافظ على هويتك هويتك اعتز بها وعرف قيمتها هتحافظ عليها قوي والناس كمان هتحترمك عليها واللي عنده معاك مشكلة في هويتك ده ما يلزمكش وهتلاقي ناس كتيرة جدا تحترمك على أصلك وأساسك وطبيعتك فده مهم جدا لأن ما نيجي نغير نفسنا ساعات للأسف بنبقى بينين قوي والناس بتعرف ده ومش بنستمر لأن ده شيء وقتي أو شيء مؤقت جدا ووقته صغير قوي كمان لو جينا نتكلم على التكبر التكبر مشكلة كبيرة تحس حد منفوخ قوي 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 وهو من جواه خوية على عروشها أو مثلا بنسميه ساعات أجوف الأجوف ده يعني من جواه فاضي ده الناس بتبقى عارفة جدا الشخص اللي هو عامل كده بيبقى باين جدا ومكشوف قوي وللأسف هو مثلا كده عايز يطلع كده لا ده هو ما بيفضلش زي ما هو هو بينزل وبينزل أقل كمان للناس عارفة أنه هو كل ده مش على واقع وملوش أي استناد طيب لو جينا نقول الاختراض بالسلبين الاختراض بالسلبين بالضبط كده فيه هنا نقطة مهمة جدا الاختراض بالسلبين ما تسيبوش وتطلع تجري علشان ما يحصلش مثلا ما يسبب لكش عدوى لا فيه حاجة اسمها مسئولية اجتماعية المسئولية اجتماعية أنا دلوقتي مثلا كمحمد عندي يعني وسيلة إقناع وسيلة أن أنا أخذ أخذ واحد يعني عنده صدمة أو أو سلبي أبتدي أن أنا أخليه إيجابي أحوله ما نفعش أن أنا سيبه وامشي أولا دي مسئولية اجتماعية فهو لي حق علي أنا يعني مش فيه حاجة اسمها زكاة العلم دي كمان زكاة إن ربنا ادي لك الحاجة الحلوة دي اديها للناس فجر العلم للناس ادي ما تبخالشي ادي بحب لما تيجي تطلعوا من اللي هو فيه ربنا هيكرمك حتى لو مش من عن طريقه من طريق حد تاني خالص ويبقى أنت كده خلصت بني آدم من يأس فده كويس جدا ما تسيبوش وتمشي اعمل مسئوليتك اللي عليه وحاول تعمل موازنة لو لقيته هو فاضل فاضل كده على طول خد بالك لو مجاش هو معك ما تروحش أنت معاه يعني هي ليها توقيت معين اعمل كل جهدك مش عشان تقول عملته وخلاص وتشيل دورك لا اعمل فعلا بقلب وبعد كده لو أنت ما لقيتش نتيجة فعلا فعلا سيبوه لأنه ممكن تروح معاه لسبب لأن قوة الإرادة والثقة بالنفس لها مؤشر ساعات بتزيد قوي وساعات بتنزل فممكن في مرة تكون نازلة يقوم واخدني فطبعا ناخد بالنا جدا من الموضوع ده ولو جينا نشوف الطاقة السلبية ممكن ازاي تتحر يعني نتحكم فيها أو طاقة الإيجابية عن طريق حاجة ايه هي لو جيبنا جزرة والجزرة دي حطينا عليها شوية سكر وسبناها شوية ولو جيبنا جزرة تانية حطينا عليها شوية ملح وسبناها شوية واحدة هتتحول إلى ترشي أو مخل زي ما بنقول والتانية هتتحول إلى مربة إذن أنا اللي بحدد استخدامها وأنا هحط عليها سكر هتبقى كده هحط عليها الملح هتبقى كده فالمادة الأساسية عندنا الخامة جواك فأنت شوفها تقدر تستخدم فين وكل إنسان ليه بوصلة وليه اتجاه معين وليه ميول معينة طيب لو احنا جينا نتكلم في الفقر اللي بعدها الفقر اللي بعدها كنا بنقول فيها إيه الفرق بين الثقة بالنفس والغرور الفرق في إجابة إجابة في كلمة واحدة بس هي النية لأن الثقة بالنفس أنت بتلاقي واحد وثق في نفسه وتصرفاته كويسة جدا والأمور ماشي معك كويس جدا ما فيش أي مشكلة وتلاقيه كبير في نظرك وتلاقيه شامخ وتلاقيه تصرفاته كويسة وتلاقيه صوته كويس مش صوته خافت أحاجة مش عارف إيه تلاقي دايما الكلمة اللي بيقولها هو وثق منها والأمور كلها كويسة حد تاني يجي يقولك مثلا أنا جي نفس أعرفك بنفسي يقولك أنا محمد حافظ مستشار إعلامي وكلية علوم وكلية وحصل على إعلام وأنا مدير مش عارف إيه أو بتبين في الكلام وغير ما جي بتقولي أنت مين أنت إيه دورك هنا أجي أقولك أنا محمد أنا دوري واحد اثنين ثلاثة أنا مدير القسمة أو رئيس القسمة أو القصة دي كلها بعرفك للحاجة أو للاحتياج للموقف اللي احنا فيه أو بعرفك علشان بيأثر على التعامل معايا بيني وبينك يعني أنت عايز تطلب مني طلب عايز تشوفني هو أنا هقدر أحدده لك ولا هتروح للأعلى مني ولا فبتسألني فأنا بجاوبك ليه؟ لأن فيه ضرورة أما لو جيت من غير ضرورة وقلته لك فطبعا ده كله مش باين وساعات على فكرة بيكون الإلقاء أو الحديث أو كلام اللي طالع ده زي ده بالضبط بس هو يعني حاول يقوله لك ما تعرفش تحدده أنت بقى ساعتها هو غروره كبرياء ولا ثقة بنفسه فأحيانا لما أنت ما تعرفش تحدده خلينا ناخده بالنية لأن هي النية طبعا دايما المفروض ناخد بالنية الحسنة خلينا ناخده بالنية الحسنة وبالظن الخير وبالظن الحسن والنية دي بتاعت ربنا علشان ما تخلقش بينك وبينه طاقة سلبية وتهد الطاقة اللي جواك وتهد عزمتك وانت رايح تعمل أي حاجة فيقابلك حد كده ما تخلوش يأثر على مسيرة حياتك ونطلع فاصل ونرجع نواصل معاكم بعد الفاصل كنا وكنتم في رسالة حياة وان شاء الله كل حلقة تطور ومن تطور لتطور للذات أكتر كنت معاكم محمد حافظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة